سلام مشاهدين كديري لبس عليكم يربي يلقاكم هذا الفيديو بخير و بصحة و بسلامة و بأي حاجز منك اتمنوا فيديو جديد و نهار جديد اليوم ان شاء الله بغينا نديروا البغرير و غادي نديروا معكم هالطريقة فهد الطريقة ديال مرات خويا اليوم ان شاء الله هي اللي غادي نديروا و بغينا نشاركوها معاكم فهو كيجي سهل و كيجي خفيف و زوين و بغينا نشاركو معاكم هاد الوصفة فهنا فهد البانيولة فهد الإناء دار تقريبا ثلاثة ديال كيسن ديال الما دافي انا زادت نص كاس عندنا ثلاثة ديال كيسن و النص هنا درت ارسم حلقة ديال الخميرة حبوب ولا الخميرة ديال اللي جينا قبيصة ديال الملح هنا شوية ديال سانيدة نصفح الكاتو مزيان باش يدوب لنا داك الخميرة والسكار والملح و هنا بنفس الكاس اللي عبرات بيها الماء فعبرات بيها الفينو فاللي ما عندوش الفينو ممكن يدير سميدة رقيقة هنا جوج كيسن ديال الفينو وهذا كاس ديال دقيق الفرص هنا غادي تزيد نصيص الكاس ديال الفينو هنا في المقادر غادي يكون عندنا جوج كيسن و نص ولا واربع ديال الفينو نصيص الكاس ديال دقيق اولا ديال الفرص سوفي غادي تخلطهم زيان نحركوهم زيان حتي تخلطو لنا ونرجعو باش نضربوهم في مولينكس سوفي نديرو الكمية كاملة اللي عدنا في مولينكس و نضربوها مزيان سوفي نرجعو باش نديرو فيها الخميرة ديال الحلوة فغادي نضيفو عليها جسة الشيات ديال الخميرة ديال الحلوة الوزن ديال ثمانية جرام و يكون عندنا ستاشر جرام في مولينكس سوفي نخلطوه مزيان نضيفو الخمسة و العشرة ديال التقايق ومن بعد نزيدو الخميرة ديال الحلوة سوفي نرجعو نخلطوه موسيقى سوفي يجي القوام دياله على هاد الشكل ما تيكونش تقيم و ما تيكونش خفيفة عوتاني بزاف تتبقى عندنا ميزاننا غادي نرضوه في نفس الاناء اللي كنا خلطنا فيها نبلولا سوفي و ما تيخمر موالو فغير كان نخلطوه سوفي و كان بدون طيبو موسيقى سوفي غادي نغطيوه بشي حاجة على ما نديرو المقلات سخن لينا سوفي و نرجعو نطيبو موسيقى سوفي كما كتشوفو هنا سخن المقلة سوفي و بدت كت طيب مقلات كون ما كتلسقش سوفي و نبدو نطيبو البغير ديالنا كما كتليكم هاد طريقة زوينة و سريعة سنفصل وقت يعني ما يتاخدش معانا شوقتة ديال الخميرة اولا دي و في نفس الوقت كيجي خفيف و كيجي زوين فهنا غدير معاكم شحال موحدة باش تشوفو كيفاش كيجي يعني ما تخافوش منو انو يخسار ولا شي حاجة تيجي كلو مخرباكا و متقوب سوفي هنا غتعود معاكم موحدة اخرى كيما كتشوفو راتي كيجي كلو متقوب و تيجي زوين بالنسبة لها الطريقة ديال بغير فهي سريعة و ساهلة لأي واحدة ككيجو عندو الضياف على خفلة ولا شي حاجة ففي كتموطت توجديها يعني عشرة دقائق اربع ساعة كات يكون واجد معاك فدايمن كن اعتمدوها و كنتمنى باش تعجبكم و تجربوها حتى انتمها سوفي احنا غدي نكملو بهات الطريقة حتى نكملو الكمية اللي عندنا سوفي اضي اخر واحدة بقت معانا سوفي اضوا بغير ديالنا كيجي كنتمنى باش تعجبكم و تجربوها و نقول لكم مع السلامة ان شاء الله حتى الفيديو اخر اشتركوا في القناة